موسيقى السلام عليكم ورحبا بكم في حلقة جديدة من الفيديو بـ Stores.up اليوم سوف نتحدث عن 6 نصائح التي تخصون ميتهم من الله يشري التنبيل 6 الأشياء لما يستحب إنسان يتفادهم من يشري التنبيل الجديدة النقطة الأولى هي المدة من الترويط من الترويط كما نعرف كل الترويط وكما سبقنا نتحدث عن هذا الموضوع في الفيديو بـ Stores.up كل السيارة تخرج من المصنع من المصنع إلا وعند المدة من الترويط التي تكمل في 1600 كم يعني خلال 1600 كم كان هناك تصرف المحرك الذي يتلقم مع الكاردات ومتدد ومتدد مع الإجرام ومع الإجرام مع الإجرام وعند المختلفة ونحن ن تلقل من المزيدة ونحن نتحدث عن اسم من المستحب أو من الضروري أن الإنسان لا يستعمل الكروز كنترول يعني ذلك الليميتر دويتاز أو ريجولاتر دويتاز لا يستعملون من هذا المستحب أو من الضروري أن الإنسان لا يستعملون يعني خلال ذلك المدة للترويد الموضوع يستعمل مع الكروز كنترول خلال الفترة الترويد الناصحة الثالثة خلال الفترة الترويد الإنسان لا يستعمل الكثير كما رأنا في الحلقة الغوضاج خلال الميكانيكيين ومختصين في المسجر ينصحوا بأنه لا يستعمل ناصحة الرابعة هو أن الإنسان في هذا البريد الغوضاج يبعد من المسافات القصيرة أعطيكم مثل إنسان يكون لديه صخرة أو تقضية على بعد 1 كم أو 1 كم أو 1 كم إنسان في الطبيعة يكون فرحان بشكل جديد لذلك يقولون أنه يجب أن نحك في الطنوبيل يجب أن يكون جيدا في الغوضاج يجب أن نحركها من الأشياء والوقفة هذا خطأ كبير يعني في تلك البريد الغوضاج والترويد نبعده من المسافات القصيرة يعني من الأفضل أن الإنسان إذا كان يجب الطنوبيل يجب أن يكون لديه مسافة متوسطة أو بعيدة النصيحة الخامسة هو أن الإنسان عندما تكون السيارة في البريد الغوضاج يعني في الترويد لا يتقلها يعني لا يعمرها بلا سيخشارج هناك أشخاص طبيعة الحالة يجب الطنوبي جديدة يجب أن أهل له يعمر الكفر تباك الله 3-4 كم وهو يطرق بإضافة 700 أو 600 كم يجب أن يجب أن تكون قادرة أو قادرة أو قادرة أو قادرة أو قادرة أو قادرة من المستحب نحن ننصح وعن الإنسان طبيعة الحال حرف التصرف ولكن ننصح بأن خلال المرحلة الغوضاج لم يتقل الطنوبي لم يتقل لأن المحرك مع المكونات أخرى ومكونات الشاسي والطموبيل كله عن كل إذا كانت تستطيع مع السرشارج ومع السرشارج ومع السرشارج يقع له خلال بعد مدى قريبة وآخرا النقطة السادسة وآخرا في هذا الفيديو هي الإنسان يجتنب الفرنسي لا تنسى تسابقنا على قناة اليوتيوب وعلى وكذلك على صفحات فيسبوك وإنستغرام نتمنى حلقتنا الإعجاب نلتقي في حلقة مقبلة السلام عليكم